وارجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومعنا بقى في الستوديو منوارنا الدكتور عمر الشليل استشاري العلاقات الأسرية واللي هنتكلم معه أكتر عن العطاء والتضحيات وزي نسعد اللي حوالينا بس في نفس الوقت لازم نكون إحنا لسعدة في الأول أهلا بيك يا دكتور عمر أهلا وسهلا زي كما نعمل أي الأخبار دايما لقاءتنا بتتجدد في وحكا أنا ودايما موضعاتنا مهمة وحساسة وشيقة إن شاء الله تنال أعجابكم وتنال أعجاب أستاذ المشاهدين إن شاء الله دايما لما بكلم دكتور عمر الشليل في التليفون لما بيجي لي مشاكل كتير على صفحتي فمعظم المشاكل اللي أنا كلمتك فيها يا عمر عن العطاء يعني ست أمالة عيت وتحكي بقالي عشرين سنة بدي بدي وضحيت وبعت ورث بابايا وسعت جوزي وقفت جنبه وعملت لولادي وفي الآخر سبني ورحل واحدة تانية بالضبط دا حقيقا سبني وتجوز واحدة تانية أو في الآخر عيت وقعدت الوحدي وما لقيتش اللي قاعدت جنبي دا حقيقا فالعطاء الناس المعطاءة دي هتلاقيها طول الوقت بتحب تسعد كل الناس اللي حواليها بس بتنسى نفسها دا حقيقا ما تدينا إزاي جرعة العطاء المظبوطة بس دا غلط أنا عمالة أقول وحكي كفاية عطاءات مش أي حد نديله العطاء وندي للناس اللي تستحق العطاء العطاء لازم يكون متبادل ما ينفعش أنا أدي للأدامي تضحيات وتنازلات وحب والأدامي بخيل في المشاعر ضعيف في العلاقة التبادلية ما بينه وما بينه ما ينفعش أنا أكون مستني وحجم توقعاتي من اللي أدامي يكون كبير وأنا في الآخر أرضى بأقل الفتات منه في المشاعر أو في الانفعلات أو في الحب أو حتى في الماديات